أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج سر التفوق احنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين على موضوع الجبر وقلنا وحدات الجبر وبدأنا في المعدلة التربيعية والحلقة اللي بعدها تناولنا موضوع مقدمة في الاعداد المركبة النهاردة ان شاء الله نبدأ اول حلقتنا في منهج الهندسة وتعالوا مع بعض الاول نستعرض موضوعات الهندسة هذا العام الهندسة الحقيقة موضوعات صحيقة جدا وانت تعاملت قبل كده في السنوات الماضية مع اجزاء من هذا الفرق هنتعامل اولا مع تشابه المضلعات اول موضوع هنتعامل مع النهاردة هو تشابه المضلعات وموضوع تشابه مش جديد عليكم وبعد كده الموضوع اللي بعده تشابه المسلسات وبعد كده هنتعامل مع منصفات الزاوية الدخلة للمسلس ومنصف ايضا الزاوية الخارجة للمسلس وهنتكلم بعد كده على نظرية تالس تعملت معاها في المرحلة الاعدادية وبعد كده هنتعامل مع التناسب في الدائرة او تطبيقات التناسب في الدائرة واخر موضوعاتنا هنتعامل مع قوة نقطة بالنسبة لدائرة ده موضوع انه ده سواضح جدا ان محور الموضوعات يدور على التشابه يبقى التشابه موضوعات مهمة جدا وتعالوا مع بعض نتعرف اولا يعني ايه تشابه المضلعات دلوقتي لما كنت بقولك عندي مضلع ايه المضلع المضلع عبارة عن قلنا زمان المضلع يسمى بعدد اضلع يعني لو عندي مضلع مكون من 3 اضلع بسميه مسلس لو مضلع مكون من 4 اضلع بسميه ايوه تمام بسميه شكل رباعي مضلع مكون من 5 اضلع بسميه مضلع خماسي اذا نتفق اولا ان المضلع يسمى بعدد اضلع طيب لما اجي اعمل تشابه بين مضلعين اول شرط من شروط التشابه ان يكون الشكلين او المضلعين لهم نفس عدد الاضلع طبعا استحالة اقارن او اشابه مضلع رباعي يعني شكل رباعي مع مسلس او شكل رباعي مع شكل خماسي يبقى هنتفق مبدئيا لبحث تشابه او لمنقشة او دراسة تشابه مضلعين لابد ان يكون لهم نفس عدد الاضلع تعالوا مع بعض كده وقولك عندي مضلعين الف به جيم دال وسين صاد عين لام واضح جدا المضلعين عبارة عن اشكال ايوة رباعية طب يا ترى امتى اقدر اقول ان المضلع قلب به جيم دال يشابه المضلع سين صاد عين لام في الحقيقة انا عندي شرطين لابد من تحقق الشرطين عشان اقدر اقول ان المضلعين متشابهان الشرط الاول لابد ان تكون الزوايا المتناظرة متساوية في القياس تقول لي ايوة يعني هنا بقولك ايه المضلع الف به جيم دال وهنا المضلع سين صاد عين لام يقول لي ايوة الرأس الف تناظر الرأس سين الرأس به تناظر الرأس صاد الرأس جيم تناظر الرأس عين الرأس دال تناظر الرأس لام واضح ان فيه تساوي ايوة يبقى لابد ان اسبات أن قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية سين طب وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية صاد قياس زاوية جين تساوي قياس زاوية عين قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية لام وهو الشرط الأول من تشابه المضلعين يبقى اتفهم مع بعض أول شرط من شروط تشابه المضلعات رقم واحد تساوي الزوايا المتنظرة يبقى أشوف قياسات الزوايا المتنظرة طرعت متساوية ايوة يتحقق الشرط الاول طب يا ترى فيه شرط تاني ايوة تعالى معايا كده يقول لي هشوف الاضلاع المتناظرة احنا زي ما قلنا الرأس الف تناظر الرأس سين والرأس به تناظر الرأس صاد اذا الضلع قلب به يناظر الضلع ايوة قول معايا يناظر الضلع سين صاد برافو عليه طب الضلع بهجيم يناظر الضلع صاد عين يقول لي التناظر مهم طبعا والضلع ده الجيم يناظر الضلع لام عين والضلع الف لا الف ده يناظر الضلع سين لام يقول لي بقى هجيب ايه تعالوا نتب مع بعض الشرط الاول الشرط الاول قلنا ايه هو الزوايا المتناظرة متساوية في القياس يعني قياس زاوية الف تساوي قياس زاوية سين وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية صاد وقياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية عين وقياس زاوية دال تساوي قياس زاوية لام قلنا ده الشرط الأول طيب الشرط الثاني يقول لي أطوال الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة قد بالك أنا ما قلش متساوية أنا أقول متناسبة يعني إيه متناسبة تعال نشوف مع بعض أقول لي كده تناسب قلنا الضلع قلب به أجيب النسبة قلب به على الضلع المناظر اللي هو سين صاد واجيب الضلع به جيم على الضلع المناظر اللي هو صاد عين واجيب الضلع جيم دال على الضلع المناظر له اللي هو عبارة عن عين لام واجيب الضلع آلف دال على المناظر له يسين لام والله إذا طرعت هذه النسب متساوية إذن تكون عندي إيه؟ تكون عندي تناسب يبقى شرطين مهمين جدا شرطين مهمين جدا لإثبات تشابه مضلعين ولابد أن يتحقق الشرطين معا يقول لي ما ينفعش أعمل شرط واسيف شرط ما ينفعش لابد أن يتحقق الشرطين معا طب إيه هم الشرطين عشان نتفل مع بعض قبل ما ندخل على المسائل يقول لي الشرط الأول تساوي قياسات الزوايا المتناظرة قول معايا طب الشرط الثاني تساوي الأضلع المتناظرة أيوة واحد يقول لي لا أسمعك أنا مش تساوي قلنا تناسب الأضلع المتناظرة تناسب أطوال الأضلع المتناظرة طيب إذا قلتلك إثبت أن المضلعين متشابهين لابد البحث عن الشرطين ولابد تحقق الشرطين معا طيب إفرد جيت قلتلك بقى معطى قلتلك إذا كان المضلع المضلع ميم نون لام عين يشابه المضلع قلب ب جيم دال إنت هتستنتج إيه أيوة براضو عليك هنستنتج الشرطين هو قال لك في المعطى عندي مضلعين متشابهين أيوة أنا أستنتج إيه أستنتج الشرطين طيب سمعهم لي كده يقول لي أيوة الزوايا المتناظرة متساوية في القياس حل طيب الشرط التاني الأضلع المتناظرة أطولها متناسبة يعني أستنتج إيه قياس زاوية ميم قول معايا قياس زاوية ميم تساوي قياس زاوية ألف برافو عليك وقياس زاوية نوم بتساوي أيوة برافو قياس زاوية به وقياس زاوية لام بتساوي قياس زاوية جيم وقياس زاوية عين بتساوي قياس زاوية دال يبدأ أول استنتاج أن قياسات الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب الشرط التاني يقول لي استنتج تناسب تناسب إيه؟ تناسب أطوال الأضلاع المتناظرة طب قول معايا التناسب كده قول معايا التناسب يقول لي استنتج أن ميم نون على الضلع المناظر على قلب به يساوي إيه؟ يساوي نون لام على المناظر به جيم يعني بيساوي لا معين على المناظر قول معايا على جيم دال برابو عليك يعني بيساوي مين معين على ضلع المناظر اللي هو قالب دال يبقى خلاصة الكلام فيه فرق لما اقولك عندي اثبت تشابه مضلعين او اديك تشابه مضلعين معطى اديتك تشابه مضلعين معطى يقول لي استنتج الشرطين ايه هما الشرطين الزوال المتناظرة متساوية في القياس طب والاضلاء المتناظرة ايوه برافو اطولها ايه انا سمح حد يقول لي متساوية ايوه صلح متناسبة برافو عليك تعالوا مع بعض يشوف اول تمرين اول كلا احنا قلنا دلوقتي قلنا الاضلاء المتناظرة اطولها متناسبة اقول لك كده انا عندي المضلع سين صاد عين المضلع سين صاد عين لام يشابه المضلع قلب به جيم دال قلنا زوايا المتناظرة متساوية في القياس طب عادي الشرط التاني قلنا ايه الشرط التاني الاضلاء المتناظرة اطولها متناسبة طب تعال اكتب معايا تناسب كده يقول لي يعني سين صاد على المناظر على قلب به يساوي ايه يساوي صاد عين على المناظر به جيم يبقى من الكتابة اقدر اجيب التناسب يعني بتساوي عين لام على جيم دال يعني بتساوي سين لام ايوة سمعت قل معايا على قلب دال طيب احنا قلنا التناسب هو تساوي نسبتين او اكتر تبديه عبارة عن ايه عبارة عن نسبة نسبة من ايه من ضلعين متناظرين في المضلعين في المضلعين المتشابهين دي علامة التشابه حبيبي يقول لي طيب هزي النسبة تم تعالى نسميها هزي النسبة نسميها كاف هزي النسبة هسميها كاف ودي اسمها ايه اي نسبة من دول تسمى اللي هي كاف طبعا تسمى نسبة التشابه او تسمى ايه تاني تسمى معامل التشابه يبقى اتفقنا مين هي نسبة التشابه تقولي النسبة بين طليض العين المتناثرين في المضلعين خد بالك انت قلت مين الاول قلت المضلع سين صاد عين لام الترتيب مهم يبقى قولي ايه نسبة تشابه المضلع سين صاد عين لام بالنسبة للمضلع قالب بيه جيمدال بتسوي ايه حبيبي بتسوي كاف طب كاف اللي اسمها ايه اللي اسمها نسبة التشابه اللي تمثل ايه اي نسبة من التلاثم اللي موجود عندي تسمى نسبة التشابه او تسمى معامل التشابه طب تعالوا نتكلم مع كاف دي شوية اللي نسبة التشابه رحز كلا احنا قلنا ملحوظة مهمة اذا كانت النسبة بين طولي ضلعين متناظرين احنا قلنا نسميها ايه حبيبي قلنا نسبة التشابه او ايه تاني ايوه معامل التشابه رمضلع الرمض ايه كاف اللي تمثل ايه النسبة بين طولي اي ضلعين متناظرين طيب يا ترى الكاف دي قيمتها ايه الكاف تمثل عدد موجب الكاف اللي نسبة التشابه تمثل دايما عدد موجب أمره ما يبقى سالب أبداً يبقى دايماً لابد أن يكون كاف أكبر من الصفر طيب في حالات للكاف أقول له أيوة أولاً الكاف دي ممكن تكون أكبر من واحد إذا كانت نسبة التشابه أكبر من واحد يعني إيه الكلام ده إحنا قلنا التشابه النسبة بتاعتنا كسر أقول مثلاً مثلاً 3 على 2 نسبة التشابه بين ضرقين متناظرين مثلاً طلعت 3 على 2 يعني البسط أكبر من المقام إذا قيمة كاف أكبر من واحد ولا أقل من واحد مش عايزة إيه لا إذا كان البسط أعلى من المقام يبقى معنى كده إيه أن قيمة نسبة التشابه أيوة سمعت برافو أكبر من واحد طيب لو كانت نسبة التشابه أكبر من واحد أنا أستفيد إيه يقول لي أيوة يبقى الشكل الأول أو المضلع الأول هو إيه هو تكبير للمضلع التالي يقول لي الله ده إحنا هنكبر ونصغر أيوة هو ده التشابه التشابه هو تكبير وتصغير يبقى مضلع ها بيشابه مضلع آخر إما بالنسبة أكبر من واحد أيوة يبقى هو تكبير للمضلع الآخر إيه اللي عرفتني إذا كانت قيم كاف أكبر من واحد يبقى المضلع الأول أيوة قول معايا برافو تكبير للمضلع التالي طيب تعالي ناخد الحالة التالية إذا كانت كاف أقل من واحد يقول لي آه يعني البسط أقل من المقام قلت له كده كاب بتساوي نص مثلا الكاب بتساوي نص يعني إيه يعني البسط أقل من المقام إذن كاف أكبر من صف وأقل من واحد كاف أكبر من صف وأقل من واحد يعني كسر بسط أقل من مقامه أقول إيه مثلا أقول نص أقول اثنين على الثلاثة أقول ثلاثة على خمسة أقول ثلاثة على أربعة كل دي نسب البسط أقل من المقام ايوة يبقى نسبة التشابه اقل من واحد طالما نسبة التشابه اقل من واحد استنتج ايه حبيبي يبقى الشكل الاول او المضلع الاول تكبير ولا تصغير للشكل التاني ايوة سمعت برافو عليك تصغير للشكل التاني يبقى فتكر بقى موضوع التشابه هو تكبير او تصغير طب مين اللي بيحدد بقى كده من تكبير وتصغير ايوة نسبة التشابه الهيرة بطناها برمزة يا حبيبي كاف قلنا إذا كانت كاف أكبر من واحد إذا المضلع الأول ماله تكبير للمضلع التالي برافو عليه إذا كانت كاف أقل من واحد يبقى المضلع الأول أيوة برافو تصغير للمضلع التالي طب افرد بقى كانت كاف بتساوي واحد أيوة سمعت أنا سمعت واحد شاطر بيقول لي إيه آه يبقى التطابق يبقى المضلعين منطبقين منطبقين يعني إيه يعني الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متساوية وانت تعاملت مع التطابق في المرحلة الإعدادية يقول لي الله يعني معنى كده كل مضلعين متطابقين هما مالهم هما متشابهين برافو عليه والنسبة التشابه متشابه كام برافو شواحد طب يا طرى هل كل مضلعين متشابهين متطابقين يقول لي لا مش شرط ممكن أو ممكن لا لكن ما عملاش قاعدة تاني يبقى قولنا كل مضلعين متطابقين هما مالهم متشابهين برافو طيب كمل ونسبة التشابه بتساوي واحد طب هل كل مضلعين متشابهين متطابقين طبعا لا طبعا لا طيب يبقى كده طيب بمعنى كده ايه اجا اقول كده واحد يقول لي لو عندي مستطيلين كده المستطيل الاول المستطيل الاول قلب به جيم ده والمستطيل التاني سين صاد ايه لا يقول لي الله ده المستطيل من تعريفه ايه هو شكل رباعي جميع جوايا قائمة وكل ضلعين متقابلين متساويين طبعا ده خواص المستطيل جميع جوايا قوائم ايضا المستطيل سين صاد ايه جميع زوايا قوائم الله طبعا انا عايز اعمل مقارنة كده هشوف يا ترى هل كل مستطيلين متشابهين ولا لا يقول لي اولا لازم ادور على كم شرط على شرطين الشرط الاول الزوايا المتناظرة متساوية يقول لي ايوة جميع الزوايا هنا في الاول قوائم يعني تسعين درجة كل منها تسعين درجة وجميع زوايا المستطيل هنا ايضا قوائم يبقى الشرط الاول تحقق فضل الشرط ايه بقى التاني اجيب قلب به ده طول المستطيل الاول وطول المستطيل التاني هقسم طول المستطيل الاول على طول المستطيل التاني هقسم قلب به على سين صاد طول ألب به على طول سنصاد وهأسم طول بهجيم على طول صدقين والله لو كانت النسبة الأولى تساوي النسبة الثانية أستنتج أن المستطيلين ما لهم؟ متشابهان طب افرد النسبة دي لا تساوي النسبة دي يبقى المستطيلين غير متشابهين لأن فقط شرط وهو شرط التناسب يبقى لابد يتحقق الشرطين معا شرط ايه؟ تساوي الزوايا وتناسب أطوال الأضلاء تعالوا مع بعض يبقى ليس جميع المستطيلات متشابهة لأنه ممكن تكون النسب بين طول الأول إلى طول الثاني لا تساوي عرض الأول إلى عرض الثاني تعالوا مع بعض نشوف تمرين يقول لي كده عندي مضلع عندي مضلع هسميه ميم واحد عندي مضلع هسميه ميم واحد وقول لي كده المضلع ميم واحد يشابه المضلع ميم اتنين كلام رائع وكان المضلع ميم اتنين يشابه المضلع ميم تلاتة عندي كم مضلع يا حبيبي؟ تلت مضلعات المضلع ميم واحد يشابه المضلع ميم اتنين والمضلع ميم اتنين يشابه المضلع ميم تلاتة واضح إن فيه مضلع مستلق بينهم شايفينه فيه مضلع مستلق بينهم شايفينه مين يقول لي أستنتج إيه أيوة برافو عليك سمعت يقول لي إذن ما العلاقة بين المضلع عميم واحد والمضلع عميم ثلاثة أيوة برافو عليك المضلع عميم واحد يشابه المضلع عميم ثلاثة يقول لي طب السؤال يجي إزاي أقول لك كده أكمل أكمل المضلعان المضلعان المشابهان لثالث المضلعان المشابهان لمضلع تالت نقط يقول لي آه متشابهان يبقى سهلا اللعبة عندي ميم واحد يشابه ميم اتنين وميم اتنين يشابه ميم تلاتة يبقى بين الوسطى بينهم ميم اتنين إذن ميم واحد يشابه ميم تلاتة طيب نيجي لتكلم على المضلعات المنتظمة إما أقول لك عندي مضلع منتظم يعني إيه؟ تقول لي المضلع المنتظم هو مضلع جميع زاوايا متساوية في القياس عرفها دي وجميع أضلاعه متساوية في الطول طيب ممكن تديني لمضلع مكاوم من ثلاث أضلاع يقول لي يعني مسلس يعني إيه؟ مسلس منتظم يقول لي هو المسلس أيوة برافو هو المسلس المتساوى الأضلاع طبعا المتساوى الأضلاع أيوة يعني معنى كده إيه؟ إن أضلاعه كلها متساوية وزاوايا كلها متساوية وقياس كل زاوية بتساوى كلمة حبايبي ستين لإن مجموح قياسات الزوايا الدخل المسلس مئة وتمين درجة والزاواية متساوية يبقى قياس كل زاوية ستين درجة يبقى ده ما سمينه إيه؟ مضلع منتظم طيب يبقى جميع المضلعات المنتظمة والتي لها نفس عدد الأضلع مالها متشابهة طبعا اهو قلت لك كده مضلع منتظم قالب به جيم ده قالب به جيم طول دلعه ستة سنتي وعندي هنا مسلس ايضا قالب به جيم سين صادعين برضو متشابه الأضلع وطول دلعه تلاتة سنتي هل المسلسين متشابهين؟ احنا اتفقنا قلنا جميع المضلعات والتي لها نفس عدد الأضلع المضلعات المنتظمة والتي لها نفس عدد الأضلع ايوة تكون متشابهة يبقى اول قعدة كده جميع المسلسات المتساوية الأضلع كمل تكون متشابهة برافو طيب انا عايز شكل رباعي منتظم ايوة برافو برافو سمعت ايوة المربع يبقى له جميع المربعات تكون متشابهة ايضا جميع المضلعات الخماسية الخماسية المنتظمة الخماس المنتظم ايضا تكون متشابهة السوداسية المنتظمة تكون متشابهة يعني ايا كان عدد الأضلع لو مكون حتى من 12 أضلع طالما منتظم يبقى كلها متشابهة تمام؟ تعالوا مع بعض نشوف تمريل على جزء الخداء يقول لي هنا ايه بقول لي في الشكل المقابل بين اي من ازواج المضلعات التالية تكون متشابهة بيسأل لي دلوقتي بقول لي هل المضلعين اللي قدامنا المضلع اللي قدامنا ده ده عبارة عن شكل رباعي هل المضلعين دول اللي قدامنا دول متشابهين يقول لي والله اندور على كم شرط على شرطين برافو عليك اول شرط مين يقول لي ادور على الزوايا طب بص الكلام معايا ده عمل لي علامة هنا عمل لي علامة على زاوية الدال نفس العلامة تقابل زاوية ايه حبيبي يقول لي تقابل زاوية سين اذا قياس زاوية الدال تساوي قياس زاوية سين ده من الرسم وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية ايوه عين قول معايا وقياس زاوية الدين تساوي قياس زاوية لام يبقى هنا إيه اللي فاضل قياس زوية ألف طب يا ترى هو مش عامل لي علامة على ألف وعلى صاد أقوله طب الشكل اللي قدامك ده إيه يقول لي شكل رباعي لو أنت معلوم عندك ثلاث زوايا تقدر تجيب الزاوية الرابعة لو معلوم عندك ثلاث زوايا تقدر تجيب الزاوية الرابعة سمع واحد بقول لي أيوة طب أفكرت كده هو مجموعة قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي كام أيوة برافو تلتمية وستين درجة لو معلوم عندك ثلاث زوايا تقدر تجيب لي الرابعة يقول لي أيوة أعمل إيه قول أنت أيوة سمعت برافو عليك قالت لأجمع الثلاث زوايا وأطرح من ثلاث مية وستين لاحصل على الزاوية الرابعة طب لما يكون عندي مضلعين مضلعين الثلاث زوايا قياس زاوية به تساوي قياس زاوية عين وقياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية لام وقياس زاوية دال تساوي قياس زاوية سين ثلاث زوايا من الأول بيساوي ثلاث زوايا من الثاني أستمتك إيه يقول لي إذن الزاوية الرابعة تساوي الزاوية الرابعة طبعا يبقى لما أجه أكتب بقى أكتبه بالتناظر يعني إيه الكلام ده أنا كتبتي كده الأول هكتب كده ألف بي جيم دان والكلام اللي بقوله ده مهم جدا ولبت بالمضلعات نكتبها حسب الرؤوس المتناظرة الرأس ألف قلنا تناظر الرأس مين يا حبيبي أيوة برافو عليك تناظر الرأس صاد طيب والرأس بيه تناظر الرأس عين طب الرأس جيم قول معايا تناظر الرأس إيه سين لا أيوة برافو عليك تناظر الرأس لام طب الرأس دال تناظر الرأس إيه تناظر الرأس سين يقول لي إيه ده هو لازم أكتب المضلعات بالتناظر طبعا طبعا احنا قلنا الزوايا المتناصرة متساوية في القياس يبقى انا بغمض اتكلم من هنا اقول قياس زاوية الف تساوي قياس زاوية صاد قياس زاوية به تساوي قياس زاوية عين قياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية لام قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية سين طب يا ترى مين الشاطر بقى وبيقول لي هل المضلعين دول متشابهين يقول لي اه تعالى نشوف صحة التناسف يبقى اعمل ايه اجيب نسبة نسبة طب اجيب النسبة ازاي الاضلاع المتناظرة اجيب الاضلاع المتناظرة يقول لي يعني معنا كده هنجيب ايه الاول بقى تعالوا معايا كده يقول لي اجيب قلب به على صدعين لازم بالتناظر يا حبيبي على صدعين واجيب ايه تاني يقول لي جيب بهجيم على ايه اللام واجيب ايه تاني يقول لي جيم دال على لام سين واجيب ايه تاني واجيب قلب دال على صد سين تعالوا نشوف الاطوال قدامنا ايه وتعالوا نجيب هنا النسب اللي قدامنا دي انا عايز اجيب ايه عايز اجيب قلب بيه قلب بيه بكام عندي معلوم عندي بالتين ونص على معلوم عندي بالتين ونص على المنازل ليه صدعين صدعين بكام صدعين بتلاتة اقسمها على الآلة يعني كانها 25 على 30 على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الستة او تقسمها على طول مباشر على الآلة يبقى النسبة عندي 5 على 6 يبقى انا هجيب نسبة نسبة هجيب الضلع من المضلع الاول طول ضلعه على طول الضلع المناظر من المضلع التاني ولابد ان تكون الاضلاع المتناظرة اجيب النسب من اطولها مش اي اضلاع يا حبيبي خد بالك بهجيم على علام بهجيم بكام بهجيم بتلاتة طب علام بكام بتلاتة وستة من عشرة يبقى تلاتة على تلاتة وستة من عشرة اسمها على الآلة يعني كانها تلاتين على ستة وتلاتين على الخمسة على الستة فيها الخمسة على الستة فيها الستة واسمها على الآلة تلاتة على تلاتة وستة من عشرة يطلع الناتج خمسة على ستة تعالوا تشوف النسبة اللي بعدها النسبة التالتة جيم دال لغا على 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 لغا وا على لغا 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 على لغ على 6 إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النسب كلها مالهى النسب كلها متساوية إذن أستنتك كده أقول له إذن عند الشرط الأول الزوايا المتناظرة أطولها متناسبة طيب الشرط التاني أقول له بما أن ألف به على صاد عين يساوي به جيم على عين لام يساوي جيم دال على لام سين يساوي ألف دال على صاد سين كل ده بيساوي كم حبايبي نسبة التشابه اللي هي قيمة كاف طلعت كم على كم خمسة على شتة اظن كده كلام واضح يبقى ايه اللي حصل انا اديتك شكلين اديتك مضلعين و اديتك معطى استفدت بالمعطى و بقولك هل المضلعين متشابهين يقول لي والله انا افكر في الشرطين ايه الشرط الاول بصيت لقيت الزوايا المتناظرة مالها قول معايا متساوية في القياس ايه الخطوة التانية يقول لي اجيب نسب الاضلاع المتناظرة اجيب اطولها النسب بين اطولها اجيب نسبة نسبة كل النسبة منهم طلعت كم على كم يا حبايبي خمسة على ستة اذا النسب كلها متساوية اذا حصل ايه اذا اضلاع المتناظرة اطولها متناثبة وتحقق الشرطين طالما تحقق الشرطين استمتج للمضلعين ما لهم متشابهين واكتبهم بنفس الترتيب وقولوا المضلع قلب به جيمدال يشابه المضلع صاد عين لامسين طيب انا سؤال بقى هو نسبة التشابه تلعت كام فكده ايو بص معايا كده تلعت خمسة على ستة طب يا ترى هل المضلع الاول قلب به جيمدال تكبير ولا تصغير للمضلع التاني اشو من اللي فاكر بقى يا ترى المضلع الاول قل بقى لك النسبة تلعة كام خمسة على ستة يقول لي اه ده الاستاذ قال لنا لو البست اقل من المقام يبقى كاف اقل من واحد اذا المضلع الاول هو كمل برافو عليك هو تصغير للمضلع التاني طيب لو انا عكست السؤال قلت له كده المضلع صادع اللامسين بالنسبة للمضلع قلب به جيمدال تكبير ولا تصغير يقول لي هقل من نسبة يبقى ستة على خمسة يبقى المضلع التاني تكبير للمضلع الاول تعالوا مع بعض نشوف كمان تمرين يبقى موضوع التشابه ممتع جدا جدا وطبعا ده بيفكرك لما انت بتروح تتصور وتقول له انا عايز اكبر الصورة وعايز اصغر الصورة فاكرين انا قل له اعايز اكبر الصورة دي بالنسبة تتدي لواحد يعني عايز ايه عايز اكبرها بمقدار الضعف هو اديله صورة تتلع الصورة ايه شبهها بالذب بس ايه اكبر اديله صورة كبيرة وقول لي والله سغرها لي سغرها لي بالنسبة واحد الى تلاتة يعني طلت احنا قلنا إذا كان البسط أقل من المقام يبقى تصغير ولا تكبير برافو تصغير طب قلت له كده كبرلي الصورة دي اعمللي الصورة قدها خمس مرات شو بقى ديه ايه اتبرق ديه يبقى قدها خمس مرات تخيل هتبقى ديه بقى هتبقى تكبير طب قلت له سغللي الصورة دي اعمللي ربعها واحد لربع بنسبة واحد لاربعة يبقى تصغير تعالوا مع بعض نشوف كمان تبرين ولك هل المضلعين اللي قدامنا دول متشابهين يقول له الله ده ده مستطيل وده مستطيل وإحنا اتفقنا جميع زوايا قوائم أيوة وهنا جميع زوايا قوائم يبقى الشرط الأول تحقق أيوة الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب الشرط التاني يقول له إيه تناسب الأضلاع المتناظرة طب تعالنا نشوف كده يقول هنا لمين ده يمثل إيه للمستطيل الأول يقول يمثل طول المستطيل الأول طيب مين منون ده اللي هو بخمسة سنتي يمثل إيه للمستطيل التاني يقول يمثل عرضه طب طول المستطيل التاني اللي هو عبارة عن ستة سنتي طب عرض المستطيل التاني اللي هو تلاتة سنتي يبقى ما أجأ أخذ النسبة بتاعتي أجيب النسبة بين طول الأول الى طول التاني اجيب النسبة من طول الاول مش تجيب للنسبة من طول وعرض اخد بالك نسبة طول الاول الى طول التاني 8 على 6 دي النسبة الاولى ليه عبارة عن ايه عبارة عن لام ميم على ايه على قالب دال جبت النسبة الاولى طب اختصر على الاتنين اربعة على الاتنين تلاتة يبقى النسبة اربعة الى تلاتة طب يا ترى تعاين جيب نسبة العرض هنا ميم نون على العرض هنا عبارة عن ايه هنا لم ميم ده الطول العرض بتاعنا هنا ايه ميم نون العرض بتاعنا ميم نون طيب يبقى ميم هنا يبقى تقابل ده يبقى له ده الجيم العرض بتاعنا ده الجيم اقسم كم على كم يقول لي خمسة على ثلاثة خد بالك النسبة الاولى بين الطولين تلقت كم لكام أربعة لتلاتة طب النسبة من العرضين تلقت كم لكام تلقت خمسة إلى تلاتة هل دي تساوي دي لا تساوي يبقى إذن المستطيلين ما لهم رابوا عليك غير متشابهين لأن في قد شرط التناسب تعالوا مع بعض لنشوف كمان تمرين احنا قلنا كده لو كانت عن استنتاج جميل مع بعض عندي كده مضلع قلب به جيم دال يشابه المضلع صين صاد ايه اللاذ استنتج ايه قلنا شرطين الشرط الاول الزوايا المتناظرة متساوية في القياس الشرط التاني الاضلاع المتناظرة اطولها ايه متناسبة تبقول معايا التناسب كده قول معايا التناسب حبيبي قلب به ايوة سمعت على صين صاد برافو طب قول اسرع شوية به جيم على صاد عين برافو عليه يسوي جيم دال على عين لام ايه اللي فاضل الف دال برافو على سين لام وقلنا دي نسبة التشابه هسميها ايه كاف او معامل التشابه تمام طب ايه رأيك احنا عندنا تناسب التناسب مكونا من كم نسبة حبيبي واحد اتنين تلاتة اربعة احنا خدنا زمان خواص التناسب قلنا اللي فوق ده اللي هو البسط البسط ده بسميه مقدم اقول لك مقدم النسبة الاولى قولي اقلب به طب مقدم النسبة التانية يقولي اه مقدم يعني البسط مقدم النسبة التانية به جيم مقدم النسبة التالتة جيم دال يبقى كل اللي البسطة عندي اسمها ايه مقدمات طب اقول لك ايه تالي النسبة الاولى شين صاد تالي النسبة التانية صاد عين تالي النسبة التالتة عين لام يبقى المقامات توالي البسط مقدمات طب انت خدت زمان من خواص التناسب مجموع المقدمات على مجموع التوالي تساوي برافو تساوي إحدى النسب من خواص التناسب يقول لله أقول مجموع المقدمات والتوالي لمين ممكن ألعبها على مين ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية أيوة ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية والتالتة أيوة ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية والتالتة والربعة أيوة حسب ما أنت محتاج طيب لونا هتطبقها على الاربع نسب يبقى هلعب على الاربع نسب يبقى مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي قبل ما كمل هذه الخاصية الجميلة أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى ونستكمل الموضوع رجعنا تاني حبايبي قلنا من خواص التناسب قلنا مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي يساوي إحدى النسب طيب تعالوا كله مع بعض مجموعة المقدمات هتطبقها على الاربع نسب اجمع ألف بي زائد بي جيم زائد جيم دال زائد ألف دال ايه ده؟ ده مجموعة طوال أصلاع المضلع الأول اللي هي ايه؟ اللي هي تسمى محيط المضلع الأول طبعا عارفيني الكلام ده؟ عارفيني مجموعة طوال أصلاع المضلع يعني يدينا محيط المضلع تبتعاني نجمع التوالي تبتعاني نجمع المقامات سين صاد زائد صاد عين زائد عين لام زائد سين لام يعني مجموح أطوال أطلاق المضلع التاني اللي بتسوي ايه برافو اللي هي محيط المضلع التاني جبت استنتاج جميل جدا وده يستمر معانا طبعا طول طول ما نكتشابه معانا الهندسة النسبة بين محيطي المضلعين المتشابهين بتسوي ايه بتسوي احدى النسب مين احدى النسب اللي هي اما النسبة الاولى او التانية او التالتة او الرابعة وكلها نسب ايه متساوية بتساوي ايه نسبة التشابه افتكر بقى الكلام يعني ما اجا اقول لك كده مثال اقول لك ان النسبة اوجد النسبة بين محيطية مضلعين متشابهين تقول لي بتساوي نسبة التشابه افتكر تعالشوا مثال اجا اقول لك ايه مضلعان متشابهان مضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما كان نسبة ثلاثة الاربعة يقول لي أيوة ده انت مديلي نسبة ايه التشابه أقدر أجيب النسبة بين المحيطين أيوة بتساوي نفس نسبة التشابه يعني بتساوي كم يا حبيبي يقول لي يعني بتساوي 3 إلى 4 أظن السؤال سهل وبييجي امتحانات على فكرة أقول لك كده النسبة بين طليض العين متناظرين في مضلعين متشابهين بتساوي 3 إلى 5 فإن النسبة بين محيطة يهمها بتساوي يقول لي 3 إلى 5 طيب لا ممكن أقلي بالسؤال ممكن أقلي بالسؤال وقول لك إذا كان عندي النسبة بين محيطين مضلعين متشابهين كنسبة 3 إلى 2 فإن النسبة بين طليض العين متناظرين بتساوي أيضا 3 إلى 2 تعالوا نشوف مع بعض كمان تمرين بولي مضلعين متشابهين على طول استنتج إيه الزوايا المتناظرين متساوية في القياس والأضلع المتناظرين أطولها إيه متناسبة مضلعين متشابهين أحدهما أطول أضلعه 3 و 5 و 6 و 8 و 10 سنتيمتر يبقى مديني أطول أضلع الأول طب مكاوم من كم ضلع 1 2 3 4 5 يبقى مديني مضلع ايه شكل خماسي والآخر محيطه كام محيطه 48 ده مديني أطول أصلاح الأول ومديني محيط التاني يقول لي الله ده أنا عايز أقارم بن ايه أقارم بن محيط ومحيرت واحد لماح يقول لي الله ده هو مديني محيط التاني أنا لازم أجيب ايه بقى برافو عليه أجيب محيط الأول تعالا كنا أجيب مع بعض محيط الأول محيط المضلع الأول أنا سامعك هو أيوة يقول لي مجموع أطول أضلعه اجمع 3 و 5 8 6 14 8 22 10 32 سنتي طيب محيط المضلع التاني هو مديني محيطه بتسوي كام 48 سنتي الله ده المعلوم عندي محيط الأول ومحيط التاني أقدر أجيب نسبة التشابه أنا مش أقول لك على فكرة أنا مستنيه كنت أيوة برافو عليه النسبة التشابه بتسوي النسبة بين محيطين المضلعين المتشابهين الموضوع سهل كده أنا أمديك محيطين المضلعين أقدر أجيب نسبة التشابه يقول لي أيوة النسبة بين المحيطين بتسوي النسبة التشابه طيب تعالا كده لو أنا قلت لك كده محيط التاني بص الكلام محيط المضلع التاني على محيط الأول كم على كام يقول لي الترتيب مهم انت طلبت ايه مني اقول له طلبت التاني يقول له التاني اللي هو مين التاني محيطه بـ 48 طب الاولاني محيطه كام؟ 32 طب لو طلبت منك محيط الاول على محيط التاني يقول له نقلبها يعني 32 على 48 تبعهم صح صح يعني بتسوي كام اقسم عال 16 بيراضو عليك عال 16 في الالتين او تأماني على الالة يبقى محيط التاني الى محيط الاول بتسوي 3 على 2 طيب قلنا دي اسمها ايه؟ بيراضو عليك اسمها نسبة التشابه يبقى نسبة التشابه طلعت كان نسبة التشابه طلعت 3 على 2 نسبة التشابه طلعت 3 على 2 رائع جدا ليه ايه؟ التاني للأول طيب يا ترى نسبة التشابه البسطة اكبر من المقام ولا البسطة اقل من المقام؟ يقول لي لا دا البسطة اكبر من المقام يبقى دا تكبير ولا تصغير؟ يقول لي لا يبقى دا تكبير يبقى زا المضلع التاني هو تكبير للمضلع الاول افتكروا المضلع التاني تكبير للمضلع الاول تكبير ليه في نسبة التشابه الباص تكبر من المقاب يبقى المضلع التاني تكبير للمضلع الاول حلو الكلام يعني قده كم مرة قده 3 على 2 يعني قده مرة ونص المضلع التاني الاول حلو الكلام طيب ايه الملطوب التاني قال لي اوجد اطول اطلاع المضلع الاخر الاخر اللي هو ايه بقى اللي هو كبير هفر الطول دلقى الايه الاولاني لام وتصدر التاني ميم هنا اقول له لام ميم نون عين انا فرطت اطوال اضلاع المسلس الاول الخماس الاول واحد اتنين تلات اربعة سمي مثلا سين ده كده اطوال اضلاع المضلع التاني نقول له ده مضلع ايه مضلع خماسي ليه عندي خمس اضلاع انا جبت نسبة تشابب منه مين المضلع التاني الى الاول يبقى نكتب ايه اطوال اضلاع المضلع التاني المجهولة اللي هي بتسوي كم على كم اللي هي بتسوي تلاتة على اثنين على الاضلاع المناظرة الاضلاع المناظرة من الاول كم كانت تلاتة وهنا خمسة وهنا ستة وهنا ثمانية وهنا عشرة تاني حبيبي هو الملطوب التاني طلب مني ايه طلب مني ايجاد اطوال اضلاع المضلع التاني المضلع التاني اللي هو ايه تكبير لي الاول ولا تصغير يقولنا تكبير ليه نسبة التشابه البسط اعلى من المقاب طب انا عندي ايه عندي اطوال اضلاع المضلع الصغير هو مضلع خماسي طب انا فردت اطوال اضلاع كبير فرطة أطوال الأضلع هي لام وميم ونون وعين وسين أقدر أجيب أطوال الأضلع يقول لي أيوة أقدر أجيب لام أيوة أضرب مص 3 في 3 تسعة على 2 يعني 4.5 سنتي يعني الضلع 3 سنتي يقابل الضلع 4.5 سنتي في المضلع الأكبر معنى لسه أقول لك نسبة التكبير كانت 1.5 الـ 4.5 قد 3 كان مرة مرة ونص ليه نسبة التشابه كما أقدر أجيب طول الضلع أميم أيوة بتسوي كام هضرب مص 5 في 3 على 2 15 على 2 سبعة ونص سنتي أقدر أجيب النون الضلع الثالث أيوة هضرب 6 في 3 18 على 2 9 سنتي فعلا 9 سنتي قد الـ 6 كم مرة مرة ونص فعلا طيب الضلع الرابع عين بتسوي أضرب 8 في 3 24 على 2 12 سنتي عايز أجيب الضلع الرابع الضلع الرابع أضرب 10 في 3 30 30 على 2 15 سنتي إذن قدرت أستفيد بنسبة التشابه لإيجاد أطوال أضلع مجهولة في المضلع حلو الكلام تاني قدرت عن طريق نسبة التشابه إيجاد أطوال أضلع مجهولة في المضلع رائع جدا تعالوا ناخد كمان تمرين في مادة المتعة مادة الأندسة بولي هنا إيه بولي في الشكل المقابل المسلس جيم به ألف المسلس جيم به ألف يشابه المسلس جيم هي دال خد بالك طالما قالك مسلس بشابه مسلس هو ميديك الزوايا الرؤوس مصبوطة بالتناظر يعني جيم تناظر جيم به به تناظر هي به تناظر هي ألف تناظر دال تب تعالوا كده المطلوب إيه إيجاد طول هي دال وإيجاد طول هي ألف يقول لي خلاص أنا عندي تشابه أستمتك تناسب أجيبه منين من الكتابة ماليني يبقى جيم به على المناظر جيم هي يساوي إيه يساوي به ألف براب عليك على المناظر هي دال يعني بيساوي جيم ألف على المناظر جيم دال جبت التناسب منين يا أستاذي جبت التناسب من المسألة الضلقة جيم به يناظر جيم هي الضلقة بيها ألف يناظر هي دال الضلقة جيم ألف يناظر براب عليه جيم دال عوض بالأطوال جيم به بكام عندك اجمع خمسة وسبعة كلها باثناشر على جيم هي بكام جيم هي باربعة سنتي قدر تحصل على نسبة تشابه اثناشر على الأربعة فيها كام فيها تلاتة إذن تلاتة على واحد يعني البست على من المقام يبقى المسلس الأول هو إيه هو تكبير للمسلس التاني به قلب بكام به قلب بتسعة سنتي هي دال بكام هي دال مجهولة بتساوي جيم قلب بكام مجهولة جيم دال بكام جيم دال بخمسة سنتي أخد النسبة اللي فيها المجهول وعايز مع النسبة المعلومة أضرب مص يبقى هي دال في تلاتة بتساوي تسعة يعني هي دال بتساوي إيه هي دال بتساوي تسعة تلاتة فيها تلاتة سنتي جبت طول هي دال طب عايز طول جيم ألف هضرب خمسة في تلاتة بخمستاشر يبقى جيم ألف بتساوي خمستاشر سنتي طب هو مش عايز جيم ألف ده هو عايز هي ألف إنت جيبت جيم قلب بخمستاشر سانتي وعندك طول جيم هي باربعة سانتي يبقى هي قلب بكام يقول لي أطرح خمستاشر ناقص أربعة يديني حداشر سانتي يبقى إذن استفدت من التشابه لإيجاد أطوال الأضلاع المجهولة في المضلع وبكده حبيبي يكون خلصنا موضوع تشابه المضلعات وإلى اللقاء وأتمنى لكم جميعا أن أسرة البلنامج النجاح والتفوق دائما مع بلنامج سر التفوق وإلى اللقاء بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته